قال الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرقه تمكنت من نقل شاب أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل البلدة القديمة في مدينة جنين اندلعت ليلة أمس اشتباكات عنيفة في مدينة جنين ومخيمها بعد تفجير مقاومين تابعين لصراع القدس كتيبة جنين أبوات ناسفة في أليات لجنود الاحتلال المقتحمة وفاد مراسل التلفزيون العربي بأن طائرة مروحية هبطت في موقع تفجير أحدى الأبوات الناسفة في سهل مرج بن عامر لنقل عدد من جنود الاحتلال المصابين كما أفادت مصادر محليات لإطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز في ساحة مستشفى جنين الحكومي واستهداف المواطنين وسياراتهم برصاص بالإضافة إلى شن قوة خاصة عند تدهم واعتقالات استهدفت شبانا وأسرى المحررين